تلبية لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية في الأول من أغسطس بشأن قدرة المخزون الاستراتيجي من الأغذية على الاستجابة لاحتياجات السوق اجتمع سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير صناعة والتجارة مع لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بقدرة المخزون الاستراتيجي من الأغذية على تلبية احتياجات المستهلكين إلى جانب التأكيد على أهمية استقرار وتوازن أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة